أهلا بكم من جديد نكمل الحرة ليلة من الصين حيث أجرت الصين تغييرات في بعض المناصب المهمة على رأسها منصباء الخارجية والبنك المركزي فقد عينت بكين الدبلوماسي المخضرم وانجي وزيرا جديدا للخارجية وأعفت تشينغان الذي سطع نجمه في عالم السياسة بعد غيابه بشكل غامض عن أداء مهامه لمدة شهر عقب قضائه ستة أشهر تقريبا في المنصب وكان وانج يحل محل تشينغ في غيابه ومثل الصين في اجتماع مستشاري الأمن القومي لدول بريكس في جوهانسبيرغ بجنوب إفريقيا هذا الأسبوع كما اختير بان جونغ شينغ محافظا للبنك المركزي الصيني وسيخلف بان المخضرم في الصناعة المصرفية المملوكة للدولة في الصين سيخلف يي يونغ الاقتصادي الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة والذي شغل هذا المنصب لمدة خمس سنوات فما حقيقة الخلافات القائمة داخل الحزب الشيوعي الصيني حول هذه المناصب وما الأسباب وراء إعفاء بكين وزير خارجيتها ومنعكسات ذلك على علاقات الصين الخارجية وبشكل خاص مع الولايات المتحدة بعد نحو شهر من الغياب والتكهنات بشأن مصيره تعلن الصين إعفاء وزير خارجيتها تشينغانغ أحد المقربين من الرئيس الصيني وأحد كاتم أسراره من منصبه وتعلن أعلى هيئة تشريعية في البلاد التصويت لصالح تعيين سلفه وانجي وزيرا للخارجية خلفا له ليوقع رئيس الشيشينبينغ بعد ذلك أمرا رئاسيا لوضع القرار موضع التنفيذ بحسب وسائل إعلام رسمية كان آخر ظهور لتشينغانغ البالغ من العمر 59 عاما في 25 يونيو الماضي أثناء استقباله نائب وزير الخارجية الروسية وبدأت التكهنات بشأن وضعه في أعقاب غيابه عن اجتماع عالي المستوى لربطة دول جنوب شرق آسيا في إندونيسيا بعد ذلك بأسبوعين وزارة الخارجية الصينية أكدت أن أسباب صحية تقف خلف غيابه لكن ذلك لم يخفف من حدة التكهنات خصوصا أن الوزارة تجاهلت منذ ذلك الحين أي أسئلة إضافية بشأن الوزير جنغ عين جنغ وزيرا للخارجية في ديسمبر من العام الماضي خلفا لوانجي الذي شغل المنصب منذ عام 2013 قبل تعينه وزيرا كان جنغ سفيرا للصين في واشنطن في منصب عزز خلاله من حضوره العلني عبر المشاركة في مناسبات عامة وإطلالات إعلامية متكررة لشرح موقف بلاده من قضايا عدة كما لعب تشين دورا رئيسيا في الإشراف على العلاقات الأمريكية الصينية بما في ذلك الاجتماع مع أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكية لأكثر من خمس ساعات في يونيو الماضي البيت الأبيض كان أعلن أنه لا يملك معلومات حول أسباب اختفاء وزير الخارجية تشين جنغ من الساحة العامة وتأتي خطوة الإعفاء وسط ردود فعل غربية ضد سياسة الصين الخارجية التي تزداد عدوانية والتي كانت تشين من أشد المؤيدين لها كما طالت عمليات الإعفاء محافظة البنك المركزي الصيني ليخلفه نائبه بان جونج شينغ الذي اختير في المنصب ضمن التعيينات الكبرى التي كانت متوقعة على نطاق واسع في تغيير السلطة بالحزب الشيوعي الحاكم التي تتم مرة كل عشر سنوات للمزيد ينضم علينا من واشنطن سيد مات ماكنس باحث مختص في الشأن الصيني وكذلك ينضم علينا من بكين إينار تانجين خبير في أشؤون السياسية الصينية أهلاً ومرحباً بضيفي الكريمين نبدأ معك من بكين سيد تانجين يعني السلطات إلى مدى تعزو هذا التغيير يعني دار الحديث عن أوضاع صحية بشأن وزير الخارجي لأن التكهنات ما زالت تدور حول تنحية جونغ واستبداله بسلفه وانجي حالياً لا أحد يعرف لا يوجد سبب رسمي أعطيه للإعلان الذي كان قصيراً وذكر الناس الذين سيعفون من مناصبهم ومن سيحل مكانه طيب كيف نفهم هذا الغياب الذي استمر شهراً كاملاً من قبل منصب وزير أو من وزير الخارجية نفسه الذي تمت تنحيته قبل أن يتم هذا الإعلان واستبداله بسلفه كما قلت نحن لا نعرف ما نعرفه هو أنه قيل أنه كان مريضاً وأن الاجتماع الذي عقد من قبل الحزب والحكومة تسارع بشهر واضح أن هذه مناصب رئيسية في الحكومة وشعروا أن هناك حاجة لإحداث نوع من التغيير ما رأيك يا سيد ماكينيس بهذه الخطوة والأسباب التي تقف وراءها من وجهة نظركم كما قيل لا نعرف بالضبط لماذا هل هذا لأسباب صحية أم أن هواجس أخرى بالنسبة لشونغون كانت هناك شائعات عن فساد محتمل أو تجسس والشائعات قوية ولا أحد يعرف ولكن بالتأكيد ليس من الطبيعي أن تمضي هذه الفترة قبل أن يكون هناك وضوح بالشأن موقفي هذا غير عادي وهذا بالنسبة لي يشير إلى أن شيشينبينغ وباقي القيادة يريدون تحديد الخطاب لماذا قاموا بالإطاحة به وما هي الخطوات التي ستتخذ في وزارة الخارجية وما هو التأثير على السياسة الخارجية على ذكر التأثير على السياسة الخارجية برأيك هل يمكن أن ينعكس هذا على العلاقة بين بكين وواشنطن التي بدأت تشهد شيء من التعافي شينغ دونغ كان جزءا من هذا نتيجة لخبرته في مجال الولايات المتحدة ولا أعتقد أننا سنرى تغيرا في الاتجاه السياسي بين الصين والولايات المتحدة شينغون كان أداء رئيسية على الأقل في التخطيط الأصلي للرئيس شي كوزير للخارجية القديم والذي أصبح جديدا هو أيضا قديم ولا أعتقد أننا سنرى تغيرا كبيرا شيشينبينغ عليه أن يتعامل مع تأثير اختياره في التعامل مع الولايات المتحدة وهذا تعقيد بالنسبة له وهذا يعكس بشكل سلبي عليه وعليه أن يتعافى من هذا ما رأيك سيد تانجين هذا التغيير في منصب وزير الخارجية الصيني إلى أي حد يمكن أن ينعكس بسلبة وإجابة ربما على العلاقة مع واشنطن أعتقد وبعكس ما قيل الدبلوماسية الصينية لا تدفعها الإعلام ولكن الممارسات وليس الشخصيات من هو وزير الخارجية هذا لا يهم كثيرا في سياسة البلاد الوزير يريد أو يزيد القدرة على قراءة الموقف ويضيف أسلوبه الشخصي عندما كان في واشنطن كان مجمدا وبالتالي لم يستطع أن يبني علاقات وثيقة مع إدارة بايدن وإدارة بايدن لم تكن معنية بالتعامل كثيرا معه لقد فوجئت الإدارة عندما تم تعينه كوزير الخارجية ولكنه الشخص الذي يطلع بالواجبات الآن وقد كان في المنصب من قبل وهذا يوحي بأنه لم يتغير أي شيء قد تكون هناك تكهنات ولكن لا أعتقد أن هذا يغير أي شيء السياسة الأمريكية نميل إلى الاعتقاد بأن الشخصية هي التي توجه ولكن هذا غير صحيح بالنسبة للصين لأن هناك استناد على الإجماع وتحديد للأهداف ويكون هناك انسجام في الحكومة من ناحية التعبير عن السياسة هذا التغيير لم ينحق فقط بمنصب وزير الخارجية وإنما أيضا ببنك المركزي ومهام أو مناصب مهمة أخرى في الصين هل يعكس هذا تغيير في نهج الصين أو ربما البعض يتحدث عن خلافات أيضا في الحزب الشيوع الصيني الحاكم أسفر عن هذه التغييرات في مناصب مهمة أي حكومة اختلاف الرأي فيها يكون موجودا ولكن ليس عن المستوى الذي نتحدث عنه نحن في معظم الحالات نتحدث عن أشياء صغيرة وبسيطة ولكن ليس من الواضح ما إذا كان هذا هو الحال هنا في الصين هناك محاولة لإدارة موقف العملة وهناك هواجس لماذا جاء التغيير حاليا كما قال زميلي نحن في الظلام الآن ويمكننا أن نتكهن وهذا ليس أو ليس من الصحة بمكان نتحدث عن الشائعات في الولايات المتحدة مثلا أنت تعمل حسب رغبة الرئيس في هذه الحالة في الصين الوزير يعمل حسب رغبة الوزير ليس تشيبينغ وإنما الحزب نعم ما رأيك سيد ماكينس هل يعني الأمر باعتقادك يميل إلى التغيير الطبيعي الذي يحدث في حكومات بلدان مختلفة أم أنه أقرب ربما إلى خلافات واردة ربما في الحزب الشيوع الحاكم في الصين بالتأكيد جمهورية الصين فيها نظام حكومي مميز ويختلف عن الأنظمة في البلدان الأخرى من ناحية اتخاذ القرارات وإدارة الشخصيات بالنسبة لما حدث يبعث على القلق بالنسبة لشي شينبينغ لأنه جاء من مؤتمر الحزب في العام الماضي وكان يحظى بيئة الشعبية والموافقة في منصبه ويمكن أن أقول أنه قاد وزارة الخارجية ولكن هذا لم ينجح ومضى وقت طويل بدون أي خطاب واضح بشأن ما حدث وفي حالات مشابهة عندما تكون هناك مثل هذه القرارات أو عمليات التطهير نعرف بسرعة نسبيا بالمقارنة مع ما نراه حاليا أعتقد أن ما حدث هو شيء مزعج وكان من الصعب بالنسبة له إدارة هذه المسألة بالنسبة لي هذا هو الجزء الشيء في القصة من واشنطن سيد مات ماكنس باحث مختص في أشان الصيني شكرا لك وأشكر موصول لك من بكين سيد إينار تانجين خبير في الشؤون السياسية الصينية شكرا لك